اشتركوا في القناة ينادي بوقف إطلاق نار فعال ودائم لا ينادي القرار بوقف إطلاق نار فوري Hamas murders in the name of religious hatred for Jews and Israel Israel defends itself while some world leaders criticize Israel for doing so These world leaders, especially those in the United Nations, are out of touch with the way the world really is The Middle East is in turmoil because of terror groups like Hamas, and they are the aggressors القرار غير ملزم بمعنى أنه يعبر عن رأي أعضاء الكونغرس ولكنه ليس بمثابة قانون وليس على الإدارة أو وزارة الخارجية اتباعه ورغم أن التعليم تسمح بتمرير قرارات شعبية كهذه بدون عد الأصوات نائبا نائبا إلا أن أعضاء الكونغرس يجدون في التصويت الفردي فرصة لإثبات تأييدهم لإسرائيل أمام ناخبيهم وجماعات الضغط فقط خمسة من أعضاء مجلس النواب عارضوا القرار الداعم لإسرائيل أربع ديمقراطيين وجمهوري واحد على أساس أنه لا يعالج المأساة الإنسانية في القطاع بما فيه الكفاية We have to also review Israel's conduct as well. That path to peace has to begin with stopping the war, having a ceasefire, constructing a truce, ending the blockade, getting humanitarian assistance through to all the people, rebuilding the infrastructure of the Palestinians, rebuilding their economic possibilities, bringing Hamas and Israel together for talks, using that as a basis of a path for peace in the Middle East. This resolution is therefore incomplete, and I will oppose it. دانيس كوسينتش هو عضو الكونغرس الوحيد الذي زار قانا في لبنان بعد حرب عام 2006 وحمل معه شضية من قنبلة أمريكية الصنع استخدمها الإسرائيليون أثناء قصف قانا. طالب كوسينتش الإدارة بفتح تحقيق حول خرق إسرائيل لاتفاقية تصدير الأسلحة باستخدام هائية لغير أغراض الدفاع عن النفس. ومع أن كوسينتش يعترف بأن التحقيق لن يتم على الأغلب إلا أنه يأمل أن يرى تغييرا في الأشهر المقبلة في طريقة التي تتعامل بها الحكم الأمريكية مع الشرق الأوسط. من الشقاق العربية، واشنطن.